ملفات حارقة وآنية في واجهة نقاشات أول اجتماع افتراضي للجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع يأتي ضمن تداعيات فيروس كورونا ووسط توتر بين كل من بيكن وواشنطن بتحميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية للصين في انتشار الوباء التاجي داعيا إلى محاسبتها على الأمر من جانبه الرئيس الصيني شجين بينك قال انه يرفض اي محاولة لتسييس الوباء ودعا إلى تعزيز التضامن العالمي للتغلب عليه ومن ضمن الملفات التي استأثرت ايضا بالاهتمام خلال هذه الدورة الملف النووي الايراني رئيس الفرنسي امانيو الماكهون عبر عن رفض بلاده وبريطانيا والمانيا لانتهاكات ايران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 فيما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان هذا الملف يجب ان يحل بالحوار والديبلوماسية ووفقا للقانون الدولي وضمن الملفات المطروحة ايضا الملف الكوري حيث جدد الرئيس الكوري الجنبي منجيين الدعوة الى اعلان نهاية الحرب الكورية قائلا انها ستمهد الطريق لنزع السلاح النووي واحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية وطلب امان في خطاب مسجل دعم المجتمع الدولي حتى تتمكن الكوريتان من التقدم الى عصر المصالحة عن طريق اعلان نهاية الحرب اما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة بلاده امام الجمعية العامة للامم المتحدة انه لا سبيل للتخلص من هذا العب وفتح افاق السلام والتعاون والعيش المشترك الا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية لكي يعم السلام والامن كل شعوب المنطقة سواء بالمال والسلاح